اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اه لا اصلي يا سمين اصلي ايوه 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 اه ايوه 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 وإحنا جينا في شهر وتزرقنا؟ ما إحنا ربنا أستنع معنا والحمد لله؟ خلاص ما تزهر مقدين أنا ويرضنيش إن مراتي حديثي تروح فرحة زي ده إلا في أستان جديد ربنا خليك لايقى يا موازي يلا بقى للفرح يفوتنا ولا نعد؟ بطل بقى يلا روح ألبس ساعة ومكون جاهزة بص قدامك يا محمد يا ابني بص قدامك لنعمل حادثة كده أنت تبص عليهم ليه؟ عارف يا ماما ابنك حسين ده مبخة من يومي أنت هتقول لي ده أخويا وأنا عارفاك كويس طبعاً محزوز مش خضب أختي وليه بقى ما تقولش إن هي اللي محزوزة عشان مخطباله؟ خلاص خلاص ريحوا نفسوكو هم الاثنين محزوزين الله الأغنية دي حلو قوي يا حسين نسي نسي بفكر يا حسين لما رقصنا عليها أنا وإنتا في عيد مرات شهندا من سنتين؟ رقصنا هي نسا جهان وسنتين ميين وشهندة إيه أصلاً هو رمي بلا هتودينا في داية بتعرف ترقص يا حسين؟ ها؟ بتعرف ترقص؟ بيرقص حلو قوي لا والله 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 يعني أنا بتبالغت مش بقول لي بتبالغت بلغ ليه؟ انت كل حاجة دايماً كده دايماً بتبالغ دايماً بتبالغ لا إنتا مش عارف قيمة نفسك والله يا بغتك بي يا سالمة يا بغتي فعلا بلاحظة بقى كده نسيني خالص إيه يا حسين؟ ما لك قفلت الأغنية مرة واحدة كده ليه؟ يعني سلحنا على طريق واربع كوتشات وحطة حديدة في الهوى ما حدش عارف بقى يعني الواحد لو لا قدر الله حصل حاجة يعني بقبرة قرآن في سره وبيعمل حاجة مفيدة وانت يا سلمة بعد اللي اسماتي مني يا أنيسة جيهان عايزة تكملي كملي مش عايزة كل شيء اسمها نصيبة بنت الناس بترخيرك يا جيهان يا حسين يا ابن المحظوظة يا والله بصوا قدامك هنعمل حادثة آه محظوظة 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 شكلك أخر مرة حتشوفها يلا يا رزل آه 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 عيني يا عيني عيني على الولا يا النسمع مني البنات دول نعمة انت مفيش حاجة في دماغك دي يرسلت البنات يترحمنا يترحمهم طبعاً مفيش في دماغي يرسلت البنات عايزنا نتكلم فيهي والنجد ده هم دول اللي بيهوينوا علينا العيشة طبعاً ما كده ما تتجوز انت كمان عايزنا تتجوز هو الجواز بقى موضة لا بس الجواز ده سنة الحياة يعني حب استقرار أطفال صباح الخير يا حبيبي صباح الخير يا حبيبتي دلع 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 طب ما انا بتدلع من غير حاجة هو لازم اتجوز يعني انا مبسوط وانعايش كده زي النحلة وسط الوردة ده احلى ده اه بلب الطموح لكله قرص ده هو كله قرص بس في عسل برضه مين دي؟ اتعرفش اول مرة شوف هتيجي النازل ايش اخل برضه هي بنت ده ده انت جامدة جامل ده هايسة معيني فرغة شبهك بالزبط اكيد ماما نحلى عشان تجيب العسل ده كله اتشكرين يا ماما ده احلى تجاب سيرتك يا فالف لأ طالما ما جاب سيرتي بقى لازم يتراب راح فيين انت بس اروح ربيه وعلمه الأدب ليه بقى؟ عشان اتعرف عليها لاني ده فرصتي الوحيدة يا فالف اللي بياخده انتجارته يخسر انتش فهمك انت انتوا مسكني كده ده ليه؟ اوع بقى وسط الجاكل اوع عنيف اموت انا وعيد السنة تعيد ايه يا كابتن بقولك ايه ده نادي محترم واللي بتعمله ده مايصحش ان شاء الله رئيس مجلس قدرت النادي انت مال انا مال ازاي ده بنت خالتي انا اللي قرب لها سيحته دمه صدق خفت خفت وتوترت وصدعت معاك حاجة للصداع ايه قد التقل اللي انت فيه؟ ايه الواد التقيل ده؟ يلا حبيبي انا انا شلفتلك واشك طب والله العظيم فكرة برضه عصت انا من زمان نفسي في التغيير ده انت دقيل بس تصدق هرنك علقة ترنيلي علقة؟ طب مدي ايدك كده عشان قسما بالله بتيلفونه واحدة معتك ورا الشمس هتكلم ميني يا ننوس ماما؟ هتكلم ماما اكتيجة لحقك امي؟ انا بقى هعرفك ان النوس ده هيعمل معك فيه؟ ايه حسن ما انا قلتلك خدوني على اخوانا وجمان لك عين تتكلم؟ هتقول ايه بعد اللي حصل يا محمد؟ هو ايه اللي حصل؟ ما انا سليم قدامك اهو انا مش عارف اللي اخبيه دول جابوني على المستشفى ليه؟ خلاص يا محمد خلاص يا حسام يا حبيبي الحمد لله اللي جات على قد كده حصل خير؟ حقيقي من يال الخير يا ماما لفاندي بكرة يتحول للمستشفى الشرطة يعني محضر يعني سين يعني جيم يعني الدخلية كلها هتعرف ان محمد بيل هلالي عامل فيها بلانتينو وبيتخاني مع شوية عين مراهقين عشان حيات تتبت اللي راحت ورجات واهلها سابرة على حل شعرها عيبي يا حسام انا عمري ما سمعتك بتتكلم بالطريقة دي على حد وبعد ما تنساش انك لك اخت يا ماما حضرتك مش فاهم حاجة لا فاندي ده اكيد حيجازة لانه لراعه هبت وظيفته ولا مركزه ولا الاسبلايتس اللي على كتافه وعمل رأسه برأس شوية مراهقين عشان حيات تتبت ما تسواش السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم اعمل اجراتي الله يسلمك انا تمام زي الفول مفيش حاجة انا اسفة جدا اللي حصل لهم بيرح بسبب بسبب؟ هو انت بقى السبب في المشكلة دي كلها وانا والدها ايه للوزان اللي هو هاني الباكوري مساعد اول وزير الدخلية اللي هو مين يا فدر؟ اللي هو هاني الباكوري مساعد اول وزير الدخلية انا ما بساعدك يا فانديم تشريفة كلينا يا فانديم ده على راستي من فوق مكانش فيه داعي ساعدتك تتعب نفسك ولا يا ماما انا بقى ساعدتك انا الرائد حسام الهلية يا فانديم مكافحة التهريب واخو النقيب محمد الكبير وانا اللي مربيه وانا اللي معلمه كل حاجة يا فانديم اهلا بيك سيادة الرائد اهلا بساعدك باشا الف الحمدلله على السلامة يا سيادة النقيب في الحقيقة انا مش عارف اشكرك ازاي على شهانتك والموقف النبيل اللي انت عملته مع بنتي ريحان عايزك تشد حيلك بقى وتقوم بالسلامة انا متشكر جدا يا فانديم بس انا ما عملتش غير الواجب ولا يا اوعسام مش هذا اللي كان علم Wood أعمله برضه وطبعا صبعا الله واخنا دا 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 دي سمة فعاليتنا يا فانديم الله ولو وما خ graduation عمل كده دا انا كنت كسرت عاطمان بايدي ده لست كنت بتقول ايه بالوقتي كنا بالله يا فانديتم مكوعيتقي عندنا دي دلوقت لا على راسنا من فوق اللي انتو شرفتوان ما تقولش كده حاجة ده اللي واجب ممكن اعمله انا ورهان بنتي مع النقيب محمد ولا ايه رأيك يا حسن بيته اللي تشوفه ساعتك اهو كان كفاية تليفون يا فندي يعني تليفون كفاية تعبك يا بنتي والله معنا فرسية طعمت انا تعب على حاجة اه يا حزابت تحب تاخد اجازة قدي عشان تسترايا اسبوع اثنين ولا ثلاث اسابيع انا تحت امرك متشكر يا فندي انا الاضارة كده كده مدياني عشرين يوم اجازة وعشر تيام كمان من عندي ليه يا فندي انت كتير كتير ليه فسكت انت لا كتير يا فندي كتير اوي طبعا ولا كتير ولا حاجة ده اللي واجب ممكن نعمله مع النقيب محمد يا فندي لو ساعتك عايز تعمل واجب فحضرتك انا فرحي اخر الشهر وتشريف القيمة على رأسنا من فوق نمر اثنين بقى العشر تيام بتوع محمد دول انا اولى بيهم ساعتك انا عريس ودخل على جواز وهم الدولي خمستاشر يوم بس يا حزاب ان شاء الله ان شاء الله يا حزاب عبدالله سلامتك يا حماد الله يسلامك يا ام اشرب العصير ده بقى عشان ايه يرم عظمك كده واحمد ربنا بقى ان الحكاية جات على قد كده نشوف مستقبلنا بقى وشغلنا ما تلاقيش كلها يبقى تمام ان شاء الله انا مش هارفة انت مطلعتش ليه زي حسام اخوك وكل حاجة حسام نفسي نفسي كده تبطل الطيش اللي انت فيه ده وتاهدى كدهوت وتشوف بنت الحلال اللي تهدي سرك كده وتلمك ان شاء الله يا ماما ربنا استحي ان شاء الله ان شاء الله طب عن اذنك بقى عشان انا هطلع اركب الاسم ايه ده في البيت عدد ربنا هيديك يا محمد يا رب ورزقك ببنت الحلال الو ازايك اعمل ايدي الوقتي انا تمام الحمد لله الحمد لله على سلامتك الله يسلامك شكرا على السباية لا ما تقولش كده انا مش عارفة اشكرك ازاي انت عملتو عشاني وانا لسه عملت حاجة يا خبرة بيض وانت انا ويتعمل حاجة كمال طبعا انا لسه عامل بلاي بالدرجات دي واكتر بس انتي مش فهمة اول ما شفتك حسيت دي ايه حسيت بايه حسيت ان انا مش شايف حد غيرك يا سلايو وان انا همونت اتكلم معيك واتعرف عليك عموما ان انا اول ما شفتك ارتحت لك وحسيت كأني عارفك من زوائي طب ايه بقى ايه ايه مش هشوفك ولا ايه مش لما تستريح شوية وتقوم بسلايو ايه ده ايه ده حيلك حيلك انت صدقتي ولا ايه ده انا كان ممكن افرتكوا بس انا عامل شويتين دول عشان نشوفه طب اشوفك ام تبعه طيب خلص انا هشوفك كده وهارد عليك اوكي باي هو انا ليه مش مصدق نالسي ان انا قاعد معيك وبنتكلم وعيني في عينك كده همم ليه طب شل ايه دك اتكلم ببقى كنا زمعك ويدي اما علشان اعزف انا مصلي اندمكت شوية اندمكت ولا انت واحد علا كده انا والله ابدا ده انا اغلى من الغلو والله مش باي بس انا هحاول اصدقك على فكرة انا من ساعت ما شفتك حاسس ان الدنيا بعد ما كانت مداني طهرها ومخصماني رجعت تصالحني تانى رو ده انت حافظ كويس والله هو اللي قالهالي قالهالي كده بالزبط ؟ عجبتك؟ اه طب اقولك ايه انت احلم من اللي كنت باحلم بها افلام عارضي غاون وقديم كمان افلام قديمة والله هو اللي قالهالي غاوبة افلام قديمة طب تحبي مناسبة الافلام ازع كده بقى اعلى صوتي زي ما كان بيعمله اقول ان انا بحبك زق مش شرط بقى عشان انا ظابط وليق ايبه برضو ده انادي شرط خلينا بقى في تجد انا شايف ان انت معجبة بيه جدا ما حد موتي علي وصراحة وانا كمان فشايف ان احنا اختصر الطريق وتكلم سيد تلميه انت مغرور طبعيني فعيني كده بطل بقى بطل بقى بيما اكلم سيد تلميه لأنا مش هخرج معاكم النهار ليه بقى كده هخرج مع ريهام ريهام مين دي ريهام بتاعت النادي يلا اه اللي انت تشالفت عشانها سعيبت عليها قوي والله انت متخلف يلا اسمها تلطشت اه هي اللي تلطشت عشانها الله 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 الظاهر كده ان السنارة غمزت يا محمد باشي شكلها كده بس البنت دي مش بتاعت حوارات وشكلها محترمة مش بتاعت لف ودوران وانت حد قالك انها اخدها والف وادور بيها برسيني مش عارف بفكر اخطوبها اللي كنت بتقول والله العزيم ما هتجاوز والله العزيم ما هرتبت فيه ايه يا سيد انا عيل ورجعت في كلامي انت مال اهلة يا سيد انا بتكلم بجد انا مش عايزك تتسرع عشان ما تندمش بعد كده وانا برضو بتكلم بجد بيت داخل ادماغي وقعد بفكر فيها كتير وعايز قولك على حاجة غير كل الزبال اللي انت عرفتني عليهم طب بقولك يغور انت فداح يا با دلوقت عشان هي على ويتك يلا هو انت ليه وحشاني قوي كده بقولك ايه هو انت عندك اكاونت على الفيسبوك فيسبوك اه فيسبوك ايه غريبة لا مش غريبة بس يعني انا راجل ما عنديش وقت للموضوع ده ابدا طب اعمل بقى اكاونت على الفيسبوك عشان هنعمل لك اي ده عندي واه طبعا هنعمل قد وحنعمل فيسبوك بس بعيد عن الفيسبوك هو انا مش هشوفك محمد طب انا هقفل دلوقت عشان بابا دخل عليها اوكي باي اولا الاوسيات تلوه هورانا في دايا طبعا امم مبروك يا حسامي. الله يبارك فينك يا فاند. الله يبارك ساعتك. فينسى الشغل دلوقتي بقى متبسط. مبروك يا عروسي. مبروك يا عروسي. تكلميني يا أموتوش هالف. يالا بسلامة يا بنتي. خدوا عليك بالقوش. مش فاهم والله. تروح بترجعو لنا بقالك سلامة يا نور عيني. اخلي بالك مني يا سامة. عايزاكوا بقى تقضوا كده هنيمون حلوة مبسطوا. المكان هناك يجنن. خليجي بحالة انت يا اختي ملكي. ماشي. بسيمتون وقرب. بقولكم ايه. بسم الله الرحمن الله يا عمى. انت تخضي من اولها ولا ايه. انا حقا هستركوا في نفس القوتيل وفي نفس القودة. نفس القوتيل ماشي نفس القودة اللي هي تاخد مراتك وتروح انت نفس القودة يلا هكيده برضه. يلا كده برضه. مالك ما من نفسك عريص. اقولك ايه. في المواقعِزة يا عمات تعال. امنا. امك ها? مواعيد الادنوي. ولا كلمة انا فكرت خلاص يا حسامة تمام ورحمة خلاص 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 تمام اقول لك ايه ايه يا حبيب او انت بعد حدد الفرح بتاعتمال ايه هتعمل ايه او انت هتبدل ريسل طول عمرك كده هتبقى مالك هعمل ايه اعتبارها معمورية يا باشا تبقى معمورية سعيدة ايه يا باشا مبروش يلا اولا ايه يلا مش حالي بدل وفيك بالزحمة دي يلا السلام عليكم الحمد عقبال اه 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 عندكم جميع معوبر عندكم جميع مش عايق تحيي سيادة اللوة تحيياتي بقى لسيادة اللوة وقالينه ان انا باشكره جدا جدا على عشرة يامي هم دول السلام عليكم باي باي نورتين يا ريهام مش سيادة عندما منزقها حضرتك ايه يا ريهام ما بتاكليش ليه انا عارفة ان الاكل مش عاجل بس هقولك اعملي نفسك بتاكلي عشان محدش ياخد باله لا خالص تسلم ايديكم بجد ما تاكل على الصور نعم باي مش اكلتك يعني بتاعتبستلي في اللقمة ولا ايه يا حسين ما تخليك في طبعك بي اكلت كتيبة ايه يا محمد في ايه ده حسين مخونة من الزمان يعني مش غريبة عليك وانت يا نيسة ريهام بقى خلصتي ولا نيسة اخترسي اقول مترا يرزل او انا اخر سنة قلصن اسباني اسباني اسباني؟ دي زي دعاء صاحباتك اللي بتفارق معنا منشاط ريا المدريد دي دوتي الملوخية دعاء اصلي دي موام اللي عام ريهام مين؟ ريهام مين؟ ريهام مصاعد ريهام ريهام انا طبعا انا طبعا انا عرفت انت وطرطيني دي دوتي الملوخية ريهام اصلي دي ماما اللي عاملاها دي صلطة يا محمد مش عارس اصلي بقى في الليلة دي عايز اقولك احسن واحدة بتاع من الملوخية في مصر سالمة امراتي بس يا حبيبي بس مش اعلم ماما كده يا عسام يسكر عليك انت متذكرش ابدا على فكرة ولادي دولة يموتوا في الهزار لازم تتعودي بقى على كده يلا كل يا ريهام ها كده كل من انا مش شايفها دعاء اسبانيو كده اوه بس يا رمالد وريا المدريب كل يا محمد كل من خير لفوا لدوران افاندن احنا يشرفنا ونطلب ايد بنت معاليك اللي عريسة ريهام لأخوي النقيب محمد حضرتها قلت ايه؟ ده شرف لينا جميعا وفي الحياة ما مش علاقي عريسة احسن من النقيب محمد فقده واخلاق وشهامته عشان ادينه بنت ريهام يا فانتم ده شرف لينا احنا نلاقي فينا عروسة حلوة وبنت ناس طيبين زي ريهام بنتك بصراحة بقى من يوم موقف النقيب محمد معريهام بنتي في النادي وانا بحبه كده للف لله من غير حتى ما شوفه شكرا يا فانت انا ما عمدتش غير الواجب كلك شهامة يا حبيبي انا جوزي قال الله يرحمه كان شهيد من شهداء حرب اكتوبر والرئيس السادات ادباله نجمة سينة الحيا اولاده الاثنين محمد وحسام وارسين عالو الشهامة بسم الله ما شاء الله ما شاء الله ابن الوز عوامة ايه عامسة؟ سكتة ليه؟ اقول ايه؟ السكوة علامة الرضا ولا ايه انيسة ريهام؟ شاكلنا كده نبقى صحاب قوي يا ريهام انا كمان حسا كده ربنا يديم المحبة بيننا ان شاء الله اللهم امين يا ربي طيب نخش في الموضوع ساعتك حضرتك توضينا طلباتك واحنا تحت عمرك في الحقيقة انا ملياش طلبات انا بشتري الراجل لبنت ريهام لا يا فندم برضو لازم تقول لنا يا حاجة انا ملياش اي طلبات وما فيش فرق بيننا اللي تقدروا الجبو الجبو واحنا نكمل الباقي يا حاجة صدقيني الحاجات دي كلها شكليات ايه يا جماعة احنا مش هانا نشرب الشربات ولا ايه يا سلام حالة ايه؟ قبل الشربات يا مدام ساعة البشر نتوكل على الله ليقرر الفتحة يلا على البركة بسم الله لا تخل لا تخل خير يا فندم في خبر مش كويس بس لازم اويله لك في ايه فندم حكالها تاني في افراد ما بقولين اقتحم الياختي اللي فيه مقدم حسام وزوجته سلمة واعتدوا عليهم بالضربة امتى حصلنا؟ نهاردة الصبح طبو حسام كويس حسام دلوقتي في العناء المركزة في مستشفى في غربها طبو سلمة سلمة عيش انت شدهي لك محمد سلمة ان accord تخلق ان الأحن يلا تلك مخيفة للاسف المرام جدتنا خلصانة مرحناشنا بالها حاجة وماتت هي وجانين اللي بطمها هيك تحامل وضعه سيء انقذوا في الوقت المناسب الحمد لله انكتب له ممر جديد يعني هل تتحسن ان شاء الله ان شاء الله يا ابنه لازم تكون فيه امل يدعيله يدعيله محمد الله السلامة محمد بي الله يسلام انا نقيب ايهاب هيبا مغافر السواحل ايه اللي حصل في الحياة احنا قتل لنا شرط استغاسة من يخطف عرض البحر وحددنا هكانوا من خلال جي بي اس الف مبروك علينا يا كبير اجده جابر ومحروس يرتاحوا ودمهم يبردوا في تربتهم المهم حشوبك ميتة متعوقش علي يا بوي وعليكم السلام ايوة جديد ميّل وسجيني يا ودعمي ميّل وسجيني ايه كتابة تخسر ايه دي هواته مابتعرفش تيغره يبقى ملك ملك ايه انا مش عشتانة يا ودعمي حبك الويني ميّل وسجيني يا ودعمي ميّل وسجيني يا سلام عليك يا سيدي الناس لما بتيبقى رايق طب فرحنا معاك وقلنا فيه ايه الكلب الزابط اللي كان فاكر نفسه ياما هنا وياما هناك ونقطت لنا في كل عملية واخر المتم استجرى وبد يده وقتل أخوه يا جابر كان لازم ان يجيبه خبره صح صح وعملته في ايه ولا حاجة دبحنا له مرته وبعد قده جتلناه ورمينا جثته للسمك يستاهل قدتل القتلة ديه ايوا يستاهل يستاهل الله يرحمه بتقول ايه 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 انا قبل اقول الله يرحمه غرفي داي ميّل وسجيني لا تنة تنة يا ود يا ود يا ود يا ود صغر سني وانا بالهول يا ود يا ود يا ود يا ود من صغر زيني وانا بالهول وانا بالهول ي يروح محمد حسام فيني حسام فيني محمد سلام بني بنتي بنتي فيني سلمي فيني يا محمد انطع يا محمد سلمي فيه ما تنتع بنتي سلمي فيه انطع اشتركوا في القناة 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 سلامتك يا حبيبي ألف سلامة اشتركوا في القناة 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 بتنضيلي جوة روح انت عشان هتخلها سلام هذين جيت البيت يا سبت انت فين بقى؟ فين؟ سبتين الواعدة ومشيتين؟ كلا سلمان؟ وانت عليكي؟ بسمش انت الهلطانة؟ انا ما عرفتش عاملك حي سوالله العليه العظيم وغزب عني وغزب عني وغزب عني يا سلم والله والله وغزب عني يا حفد وغزب عني وغزب عني وغزب عني يا سلمان عملت ايه يا حامد في موضوع خطوبة؟ خطوبة ايه؟ احنا في ايه ولا في ايه؟ يعني ايه مش فهم يعني اكيد هنقاجل موضوع الخطوبة ده شوية لحد الازمة اللي احنا فيها دي متعدي على خيات ده انا اشتريت في وسطان الخطوبة ورتبت كل حاجة وغزبت كل صحابي اقول لهم انا ايه بقى دلوقتي انا نوم ايه حاجة؟ انت بتحبنيش عشان انت لو كنت بتحبني عمرك ما كنت هتطلعش هكلي زفت قدام صحابي كده يا رحمة؟ ده بده ما تقف جانبي في الظروف اللي احنا فيها دي؟ يا محمد الحي قبقى من الميت وانا قلتلك اللي عندي بقى وانت حار سلام قديني حكيت لساعتك على كل اللي حصل انباع والكلام اللي هي قيلته لو انا غلطان في حاجة حضرتك قل لي صراحة يا محمد؟ انت عداك العيب بنتي هي اللي غلطانها طبعا غلطان تزعلش يا حبيبي هي كان لازم طبعا تقدر الظروف اللي انتو فيها وبعدين بقى خلاص إحنا بقينا قابل يعني اللي يزعلك ويزعلنا ولي فرحك ويفرحك طبعا يا طنت وانا لو مش بحب لي ها ما كنتش جيت لكو وكنت اتصرفتي من دماغي انا مش عايزك تزعل منها يا محمد لانه برضو مهما كان البنت لسه صغيرة وما تفهمش في الحاجات دي معلش يا حبيبي انا حاوض معها وافهمها كل حاجة اوه ليش متشكر علي اذنكو ساعتك تغمرني باي حاجة؟ لا متشكر اوه يا حبيبي بس تطميني حسام اخباره ايه دلوقتي؟ والله يا فنزم مش عارف اقول لحضرتك ايه ربنا اتصبروا على اللي هو فيه عن اذن حضرتك ايه يا محمد اعنيك على اخوك مش عايز يتهور ويبوز العملية انا وفقت اطلعه عشان ظروفه بس ما تلاقش يا فنزم حسام مهما حصل بردو زابط عنده خبرة وعرف حدوده كويس ماشي ساعتك بالطم احنا كلنا جنب ماشي ماشي مع السلامة اشتركوا في القناة المسلاحك تترقوه اندل على الراكبك براحتك يا ود الهلالي اقبض علي انا طالع طالع وانت ما عتشوف ايش مرتك وان حسين لا يا حسين حسين ماتز سمحنا ماتز سمحنا صاحب والله العظيم ما كان اصدي انت الوحيد اللي عارف انه ما كانش اصدي انا كنت في دنيا تاني يا ماتز ما كانش في دماغي رسال معطرة ماتز انا كنت موجود والله احنا حصل تعامل اسنان المأمورية الله يهرأ المأموريات بتاعتك على شغل انا بتاعتك وحاسبي الله هو نعم الوكيل في اللي عمل فيه كده ايه دي بس سمتان جمان ان شاء الله خير طبعا عن دكتور انك هسأل الدكتور هسأل الدكتور عن الحالة بس طبعا هسأل الدكتور يا حسين ليه ماتز كده بسم الله هو نعمل وكيف اللي عمل فيك كده اشتركوا في القناة بالخطرة انا عارف يابوي انك قلقانه بقبرك على تارك واحيان تخطفتك اللي قطعت باني بسم الله الرحمن الرحيم لاخد بتارك اوانا بجوارك تقرب لك... تقرب لك... تقبل لك موضوعي نستعيين يهدين السلط المصدقين بسلط الذين أنا عند عليهم غير المغضوب عليهم والطالين أمين الله أرحمك أرسينا يلا أمين يلا سنتهلتان برضو أحسين كانش المفروض تعمل كده البلد فيها قانون خوفت المحامين بيتواوا يطبخواها ويطلقوا منها فأنت أعرفهم يعملوها يحسن لكل واحد أعمل زي كده إحنا بعيشين في غابة بس بعنا محمد ما قدردش أمسك نفسي عموما أنا والمجموع اللي كان في العملية شهدنا إنه منصور كان عاوز يقتلك وإن أنت قتلت ودفعنا عنه نفسي وإنما عتزت زي أحلقت العملية هو بقى إيه عملتك؟ رأس من العلم ما قدرتش أورطه خير شو فيه معصبة؟ عندي إيه لك اليوم خبر مش منيح اللي هو؟ المعلم منصور البطاش من قتل ودياب ما في أخبار منه بعد غروبه من السجن؟ لا بعده مختفي ما قاله ولا أثر ولا حاول يتصل؟ ما اتصل بس أكيد إذا قدر يتصل حيتصل أنا مش قادر انطر بضعفة صارت خارج المياه الإقليمية المصرية وأصلاً إمبراطورية البطاشي بطريقة للانهيار فلازم نلاقي حداً تاني نشتغل معه راجع المكتب وراجع مفكرتك لازم يكون في حداً وعننا اختصالات فيه طمعاً ولا همك موسيقى 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 المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة والله العظيم آسف مع أني عارف يا بنتي أني آسف مش هيفيدك متأكد أنك لما تكبري وتعرفي أننا كنت السبب في حلمانك من أبوكي هاتل عنيني ألف مرة وش بايت تفكرت يا تليني وحيبها عندك حد أن يستهل أكثر من كده سانا سانا أنا أقول يلا بينا يلا 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 وتكرمتكم أنتم الاثنين من سيادة الوزير بصراحة بقى يا محمد إحنا كنا مقدرين قوي الظروف اللي بتمروا بيه عشان كده كنا مقادرين الخطوبة يا حبيبي لكن دلوقتي بقى خلاص الوقت هاتغير يريد توقف بقى يا محمد عشان نفرح كلنا طيما أنا برضو عاوز أفرح لكن لكن إيه يا محمد؟ أنا قرار زي دا مش هنف أخده لوحدي لازم أخذ رأي ماما وحسام الأول فرافو يا محمد أنت كل يوم بتزيد غلوتك في قلبي وبحترمك أكثر خلاص يا محمد أنا هسيبك تتشاور معهم وترد عليهم واللي فيه الخير ربنا يقدمهم تمام ساعدتك عارف يا حسام لما مكن الله يرحمه مات أنا حسيت بإيه؟ بإيه يا باب حسيت بهوف حسيت إن ظهري مكشوف لأني مليش راجل يحميني ولا يحمي أولادي بس لما شفتك بتكبر قدامي وشفت تصرفاتك اللي أكبر من الولاد اللي في سنك هل بيتطم إنا؟ وحسيت إنه للي يا راجل وإنك أبو ولادي أنت كنت تقدم مسؤولية يا حبيبي شلتها عني هم كبير كبير قوي قوي بتقوليك كلام دل يا ماما؟ وأنا لا سمح الله قصرت معكم في حاجة؟ لا يا حبيبي أنت عمرك ما قصرت في حقنا في حاجة بس كان في موضوع كده كنت عاوز أتكلم معاك فيه تفضلي تحت عمر هو طبعا الوقت مش مناسب يعني بس ما بليد دحيلة فيها هم أخير قلاتين وحياة أنا سايب أخوك يتكلموا معاه في موضوع الخطوبة ويعني عاوزين يفرحوا كده بس هو محرك يتكلم معاك قوي ومش عاوز يقول لهم أي رد للم يعرف رأيك إيه راي فين يا حسين؟ ترايش ادخل ماذا الله يا محمد؟ أنا تمام الحمد لله إذا كانت حسين طميني عليك والله يا محمد أنا مش أنا زي ما أكون بيت واحد تاني ما كنتش أتخير أبدا أني ممكن في يوم من الأيام شدة وتزول وزي ما في ليل في نهار أكيد يا حسين وعمر الدنيا ما بتفضل على الحل أبدا بس بيت خايف يا محمد بيت خايف أبا بالذات من بكرة بخاف من بكرة بخاف من اللي جاي عامل زي اللي ماشي في صحرا وتايه ومعموش بوصلة كل خطوة بيخودها بيبعد أكتر عن الأمان اللي كان جاي مني إيمانك بالله هو اللي حينك جيه مش ده برضو كلامك حسين هو نعم بالله بس كان نفس أفرح كان نفس أفرح بحق سلمة من غير ما يبقى التمن معتز كان نفسها محمد وعسن تكره شاء إنه هو خير لكم أكيد ربنا لو حكم في اللي بيحصل ده بالظبط كده وعشان كده أنا جاي لك جاي لك عشان نفس أفرح تفرح وما فيش حاجة يتخديني فرحان قدي من أشوفك مبسوط وسعيد مش فيه تغطسي على الألة أنت مش ناوي تخطب ولا تفضل مضيها فتحة جدا لا يا حسين أخطو إيه الوقتي مش مناسب خالص دلوقتي فلاكس ده هو عزه وقته على الأل ينبقى صابنا وتخرجنا من جهو الكياب اللي إحنا فيه ده لا يا حسين ما تجيش على نفسك عشان ده أنا نفسي مش عالف أفرح من ساعة اللي حصل عارف يا محمد إحنا عاملين زي إيه؟ زي اللي حررته علي سخط مؤلع بيفرفر وده على جو إيه؟ صدمة شيله زي ما هو هيلة بيلا كده ورميه في حمامتلك يفوق نحسم أنت وعي لكلامك وعي وعي وعارف فهولك إيه وبعد إيه لك تاني مش هتفضل ماضية فتحة تروح لأهل عرصتك وتحدد معدل خطوبة وتبديهم رد بدل ما أنت سايبهم كده ما صحش لا يا حسين مش هينفع مش هينفع ده سلمة لسم أنا يمكن سلمة راحت منه بس لسه عندي دم عندي إحساس وأنت أخوة اللي محلتش غيبة طول عمرك بتضحي عشاني يا حسين طول عمرك محسزني إن أبويا عايش مماش رب أنا أخليك لي وما أخليش لأتك افرح يا افرح هنزل أفرح أم ألف مبروك يا حبيبي أقبل الفرح بقى إن شاء الله الله يبارك في حضرتك إن شاء الله وقت الفرح بإذن الله هتكون الظروف تحسلت هنقبلهم حفلة كثيرة قوي ونفرح على رئيسنا إن شاء الله مبروك يا محمد مبروك يا رهان وصيتي ليكي بقى إنك تخلي بالك منه عشان ده زبق وقلعبان زبق وقلعبان؟ إيه الكلام اللي تلغى ده ده بدا من تقولها خلي بالك منه مبروك يا محمد قاشت وشفتك عريس الله يبارك فيك أنا متشكل أبا أحسن زمان كنت بطولك وللوقتي نبهتش بها لك يا حماد معك يا مهانة نحافظ على مرادك يا شايت أنا مش فاهم أنت جايت باتي عندنا ليه وصيبة بيت جوزك قصدك بيت أهله يا ماما أهله أم أهله يا بنتي عندك حق يا حسين بس أنا مش فاهمة بقى إمتى هنروح بيتنا ونرجع نعيش لوحدنا تاني يا بنتي واحدة واحدة وبعدين اللي ماتت دي مش قطة دي أخته الوحيدة بقين لازم يبقى مع أهله في الظروف اللي زي دي طيب يا ماما أهم سافر أسيوت عنده قضية وهيغف فيها ثلاثة أيام سيبيني بقى أقعد معاك ونسك شوية بدل ما أخوتي طول الوقت سايبينك لوحدك والله يا عندك حق يا بنتي إلا محمد ده ما بيحبش قاعدة البيت أبدا ده خلص القاعدة من هنا وخد عروسته وجاري يصهر بيها بره سيبيهم ينبستوا يا ماما شوية معاك حق يا شايت سيديهم ينبستوا يا ماما شوية فينا يبسطهم يا حسانين يا رب سيادة المقدم حسان آه باش أنا المقدم حسان تفضل معاك تفضل معاكم؟ على فينا باش؟ عندي أمرك تفتيش شايتك شايتك تفتش ليه باش؟ يا فندم شايتك اللي في مساكن الزباط يا باشا حراك متأكد أكيد في حاجة غلط في سوق تحفاهم مختار مش مزبوط لا مفيش حاجة غلط خددك لما نفتش هتعرف وعموما إحنا معانا إذن النيابة أنا أسف يا فندم مرة تانية وياريت من داعش وقت بعد يا فندم أكيد في حاجة غلط سترنا شايت معا إذن النيابة فقط ماما يخدخل خلاص يا ماما فيش حاجة تخل طب حسان ما عايز حق يا باشا أكيد هعرف فيه مدى على طول متلقوش يا باشا ما تحت عمو توقع الله؟ يا بيت فضل يلا ما تفرجوش علىنا الشارع يلا خلي بالاكم نفسي خد يومك ودخلي يلا تفضل باشا تفضل يا بيت تزبيت كله قدامك حضراتك تقدر تفتشوا ملي ملي يا باشا تفضل قتصار أكل يلا تقصير يلا تقصير عبد أكيد يلا تسمح كن تخضل في البيت جميعا. نعم. بس ارو في البيت. اجا ساعدتو? يا بشة مش تبصورش رغم دي يا اخوة. السندودة تعيش تنبيه. دع. كنت جايبه. اهام الله رحمه. حتة من جيازي يا اينا عم يعني مش غالية بس. هو. والفلوس اللي جوادي. فلوس دي نمعرفش على حاجة مش. حسان بي احنا قاسفين. مضطر او بلليك. بتتبلع الاحسن يا دلالي يا بلل كان. احترم نفسك واعرف انت بتتكلم مع مين. انت تكون واحد مختارم مش واحد دلالي وابن ستين كان. ليه؟ هو اللي يقول الحق في الزمن دا يبقى دلالي. ولا انت واخوك فاكرانها سبه لا لا. وعايزين تكونوا على الشيفات دا يا موتك يا حامل. يا موتك يا حامل. يا موتك يا حامل. يا موتك يا حامل. ايه اللي تعمله دا انت بلللت. دا واحد كتاب يا فن. يا باشا انا متمثل بحقي. وعايز احوال له التحقيق. راعى ظروفه يا اخي. انت شئلت على اخوه ودخلته السجل. يا باشا هو انا تبللت علي يا باشا. مش هو اللي كان مزبط معاهم وارتعصنا كلنا. بقول لسيادتك انا شيخوا بعيني دي. هو بياخد الشنطة من منصور قبل العملية. مستمر هلالي عشرة في ظبط المدرية يا اين. وانت عارف كده كويس يا حامل. دي الصورة اللي كان رسمها لنا يا باشا. انما في الحقيقة انه فاشل وما عندوش ولا زنة ولا ضمية. انت اللي فاشل وابن كانت. ثابت. ثراف. ثراف. ما تزعلش نفسك يا محمد. ان شاء الله شدة وتزول. طيب ايه الحل يا حضرتك. مفيش قدامنا كفير اننا نستنى. ونشوف القضية هتوصلنا ليه. والله يا ابني انا متأكدة ان حسان بري. وان شاء الله ربنا هيزر برقته. ان شاء الله يا محمد. بس انت اصبع على الله ما تدايش نفسك خفز. ان شاء الله. وحضرتك ما تعرفش تعمل حاجة تساعد بيه حسان في الموضوع ده. تعرف يا محمد انا مركزي حساس قدية. والداخلية طول عمرها في القضائل زي دي بتقف على الحياة. والقضاء مبني على البراهين والاسبتات. وبيحكم بالأوراق اللي قدامه. وانا لو بيدي قدر اعمل اي حاجة مش هتأخر طبعا. مفهوم مفهوم. ربنا يقدم اللي في الخير. معتز صحيح كان الصغير. بس كان كبير. بأخلاق وطيبة قلبه. قررت لنا اللي مده هو اللي عاش. ما دي الشر عليك يا حبي ما ديشي كان من فضلك. وفيه شر اكتر من اللي انا عايش فيه. عايش ازاي من اللي المشوفه. وابلاش مع صوته. ربنا يصبرك ويصبرنا يا حبي. تعال يا ملك. تعال يا ملك يا حبيبتي. من النهاردة انتوا في كفالتي. وطروح تجيبي صوتتك. وطيبة تعيشك معايا. متعكريني حاجة بيس مش هينفع. ملك دي بنت ابني. يعني حفلتي. يعني لازم تتربى في حضن قدها. تدفى بيه وتدفى بيه. انا. مسمعش ابدا انكم تعيشوا بواحدكم. بس يا حق احنا مش عايشين لو عاد انا ما تخافش. احنا عايشين مع مامتي واخوي. مينفعش اسبهم لوحدهم. وبعدين اي وقت حضرتك عايز ما انا اكهجب هناك. على عنية. على عنية انكم تعيشوا بعيد عني. ربنا خليك لينا يا حق. بس صدقني كده عاصل. برضو عشان مونير وبرطه. يبقى عادين براحتهم في البيت. بدلا من يبقى عادين في البعض. براحتك يا بنت يا حبيبتي. بس لازم تعرفي ان البيت هنا بيتكو. وبابهم هفتح لكو باستمرار. انا تحرمش منك يا حق. خد يا حبيبتي. ايه دا يا حاج؟ دا مبلغ تعيشوا منه. وليك كل اول شهر مبلغ زيه. لا متشكرة يا حاج ربنا خليك. هو ايه دا المتشكرة؟ دا حقك وحق بنتك. واوعي. واوعي ترفضي في القوس قد دهالك. شوفها يا تحرمتي منك. كمان عايزة تحرميني انها تكفل ببنتك. لا والنبي يا حاجة. والنبي ما تزعز نفسك. ما تشكي يا حاجة. واي حاجة تعزوها. انا تحت امركم. ولا. ولا عايزاني لما روح. ما روح يا ابي المعتزة لايز علم مني. لا يا حاجة متقولش كده. متقولش كده. وبناء على مرقة سلام. فاني اطالب سيادتكم ببراءة موكلة. من التهمة المنصوبة اليكم. خلاص يا استاذة. خلصت مرافقتك. في كلمة اخيرة بس تسمح سيادتك ان اقولها. اتفضل. هي مش متعلقة بالقانون. لكن مهمة. القانون دايما بيحكم بظاهر المستندات. لكن روح القانون دايما بتبحث عن العدالة فين ما كانت. حتى لو فيه ادلة وشهود. وكتير من القضايا كان فيها ادلة دامغة على الادانة. لكن في الاخر استقرد امير المحكمة على العكس ذلك. سيادت العاضي انا بعترض دي محاولة للتأثير على هيئة المحكمة الموقرة. الاعتراض مرفوض. فبدال كميلي يا استاذ. كل اللي عايز اقوله سيادتك ان موكلي كان طول عمره حسن السر والسلوك. والكل بيشهد له بذلك. ده غيره انه زابط مسؤول عن تنفيذ القانون. ولو كتير من الاعداء اللي بيتمنوا انه هما يلفقوا له قضية عشان يخلصوا منه. فمش معقول ان احنا نساهم معهم في ظلم. ونشوه سمعته اللي عمرها ما تمست بسوق. لذا اطالب من هيئة المحكمة الموقرة. بالرقفة مع موكلي. وتطبيق روح القانون. وليس تطبيق القانون نفسه. وشكرا. الحكم بعد المداولة. احكمها! اتبعش يا استاذ. ان شاء الله ما ربنا. ان شاء الله. ان شاء الله. يا نجيبي. ده الدم عمره ما يبقى مياه. قصدك ايه عاد؟ قصده انك تخفي علينا شوية انت وابكي واخواتك. لحسن احنا خلاص هنتج. ما تطجوا ولا اعلم افخلكوا ما اركبوه. وليك ده بس يا بيت الناس. ده احنا مهما كان بنتعم. ولا ممكن ناكله في بعضك ده. ده بدل ما تجافي في ظهرنا. وبعدين احنا بنطالب بحجابونا واخواتنا في الارت. ما هناش طالبين منيكم حسنة. وانا ايه دخلني. رحوا لابويا وقلولو. ما انت عارفة اننا بعثنا رجالتنا. ورجعوا جفاهم يجمر عيش. رجالتكم؟ رجالتكم لا بتحش. ولا بتنش. وانا زم بايه عاد. مو بعد هالك يا نجيبي. اتحش مني. انا اقول اللي انا عوزاه. واللي مش عاش به هنا. الباب يفوت جمل. يا موري. انت بتطردينها من بيت ابونا؟ قلتلكم سبكم مني. مور خسيس لما يتحكم يفجر. اخرص جطع لسانك. لسه برضه شرك فاير. بس مش علي يا بالتعلام. عليكي وعلي تشددلك يا حكمة. وان ما عدلتش حالك المايل ده هعدل. طب ما توريني كده يا بالتعلام. ولا تحب اوريك يا انا. واه. جبت منين جذوة الجلب دي كلها يا نجيبي. يا ما تحت السواه دواهي. الله يرحم لما كنت زي الجطة انت واهلك كلهم. اخرص جطع لسانك التوهي. واللي هسمع لاحظ. هقطعوا. ربنا يريحني منيكم. وبعدين يا حكمة. هنعملويا في البلودي. بزيادة كده. كلنا طفح. ما بدها يا شايد. محكمة. محكمة. يا حسام. المحكمة استعملت معاك الرأفة. بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا. حكمت المحكمة حضوريا على المتهم حسام نجيبي الإلالي. بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاس. وأمرت من مصادرة المبلغ المضبوط. ايه الموضوع المهم لساعتك عاوزني فيه. شوف يا محمد انت زي ابني وانا فخور بيك وانا واثق ان هيبقى لك مستقبل كبير اوي في الداخلية وسط الزمالك بس في موضوع مهم اوي لازم تعرف ايه هو الموضوع يا باشا انا مضطر افسق الخطوبة اللي بينك وبرية ليه يا باشا هو حصل مني حاجة لا سمح الله بصراحة لا طب ايه ادعي لفسق الخطوبة انت عارف انا مركزي حساس قد ايه بصفك يا مسئولي يا اسمي وسميتي في الداخلية ودخول حسام اخوك السجن في قضية مخلب الشرف ده شيء يؤثر علي سلبا مصد زميلي ورؤسائي في العمل طبعا ده شيء انا ارفضه بتاتا شكلا وموضوعا انا فاهم وجهة نظر ساعدتك بس انا وريهان بنحب بعض ومتعيلي حاجة زي كده مش هتفرق معاها لانها هتتجوزنا انا مش حسام بس تفرق معايا انا لان انا ابوها واكتر واحد يعرف مصلحتها طيب ممكن اتكلم معا انا اسف انت لا هتكلمها ولا هتقابلها وارجوك تنساها خالص اذا كنت بتحبها او بتحب مصلحتها يعني ده قرر ساعدتك النهائي للاسف اه وارجوك تقدر موقفي انا عايزك تعتبرني في مقام والدك اذا احتاجت اي حاجة من داخلية انا تحت امرك في اي والد بسهول علي اذن ساعدتك مع السلام يا محمد محمد ليه بابا عملت كده؟ طب يا عمل كده عشان مصلحتك يا حبيبتي طب تخيالي كده لو كنتش اتجوزتي وبقى عندك منه اولاد عموم كان حبا ايه رد سغول فوقي بقى يا ريهم بس ده مكنش رأيك من الاول يا حبيبتي الاول كان مجرد قدير لكن بالوقت خلاص خد حكمه بقى مزنب طب محمد زنبه ايه؟ زنبه ان اخوه بقى رد سغول الجواز ده نسب هو ع رأيي المثل حاسب قبل ما تناسب محمد محمد كده برضو يا محمد بتجيش تزور اخوك معانا؟ وانا زيارتك هتفيده بايه؟ حرام عليك يا محمد ده حسام كان هيتجنن ويشوفك ما كفاء اللي حصلي من تحت رأسه عشان ده احوله لا قوات الا بالله ايه اللي باسمعه ده؟ عيب اللي انت بتقوله ده مايصاحش كده مايصاحش ليه؟ مش حسام ده السبب فاسي خطبتي على ريهم كل شيء اسمه ورسيب يا ابني وماحدش عارف الخير فين وحسام زنبه ايه في اللي حصلي زنبه ان سمعته زفت اخرس اوعى اسمعك تتكلم على اخوك بالطريقة دي اوعى اخوك ده اشرف راجل في الدنيا ماينا عارف اماما ماينا عارف احنا بس اللي نعرف كده الناس ما تعرفش حقيقة علي انا يا اسف احبز علانة منك انا صعبان علي انك تتكلم على اخوك الكبير بالشكل ده اصلاكو ما شفتوش ايه بوريام كان بيكلمني ازاي ما شفتوش ما انا واقف نص الدوم التام وش عارف ادفع عن نفسي طيب وانا ليه ما عملت ازاي وحملتو نتيجة اللي حصللي مع ساهر ومامته مه ما حصل متتكلمش عليكم كده اوعى تقول عليك كده اوعى محمد روح زوره يا محمد وشيري الافكار اللي في دماغك دي وحسن اخوناك كبير اللي ملناش غيره ولا نسيت حزور حزوره يا شيري حزوره اوه حضرك مالك بس قاعد لوحدك على طول من ساعة ما جيت وبتتكلمش مع حد خالص بتخرجش فصحة وبتاكلش تكلمنا والله احنا ناس كويسين المحترمين والله اتكلم معانا ايه الكسلانس خف سجير شوية يا اخي طيب كل لقمة تقعد على طول كده ولا بتاكله عمان تحرق سجير ساحتك يا اخي دي سمو يا منبيل سجيت ما يخرب بيتك ايه شايفني اشوفك ازاي بعد بخط اللذارة اللي باشيب بيها طب يلا حالتها التوهور اوه معده بعيد ايه عايز اتكلم لوحدي مع حضرت الزابط انت مش فاكرني يا حضرت الزابط ولا ايه لعله اه طبعا هتفتكر مين ولا مين بس انا بقى فاكرا كويس قوي عارف ليه لانك كنت السبب في انك بتعيكش في اول مرة في حياتي لما كنت بتخدم في الصعيد يا حضرت الزابط حسام الهلالي اسمك ما نسووش ابدا الا بالحق انت وصلت الربط ايه لما جابوك هنا لما عارفوا انك وزح هقضع لسانك وراحمة ابوه يفطل بيته هقضع لسانك باشي 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 ما انا بقى شغور باكل منه وقت ما يجلي مزاج الجديد الجديد ان مليش مزاج اسيبك تاكلي دعا ليه نفسي يكون مصلت ايه رايل بقى يا حضرت الزابط ان انا هاكل الطبق ده طب يراهب بقى الهلو قولك مش هتاكلوك بس انت يا شاهندة دلوقتي حامل في السابع يا حبيبتي والشغل ده غلط على صحتك سبيها على الله يا مام ان شاء الله مش هيحصل حاجة اهم حاجة دلوقتي ان انا اثبت نفسي كمحامية عشان اعرف اصرف على الطفل اللي جاي ده وهنا خايفة عليك وعالب بطنك خلاص ما تتاميش نفسك يا ماما انت مش عارفها دي بمخناش فطول عمرها بكرا ان شاء الله هبقى اكبر محامية في مصر وتسمعوا كده صوت شاهندة نجيب الهلالي وهو بيجلجل في المحاكل ربنا ينولك اللي ببالك يا رب يا شاهندة يا رب يا ماما يسمع من بؤك ربنا انا هقوم اجيب حاجة كلها عشان ضغط من لفة على مكاتب المحاميين طول النهار حد عايز حاجة؟ كفاء اكل يا شاهندة خلصت اكل البيت وشلاقي حاجة كلها يا واد طب يا ماما انا عندي مأمورية برضو مش عاوزة حاجة لا استنى عاوز اتكلم معك كلمتين انا عاوزك تتكلم مع اختك بخصوصة اللازم تبلغوا انها حامل وانها على وش ولادة والله يا ماما حاولت معايا كذا مرة انا صعبان عليها قوي الطفل اللي جاي واللي صعبان عليها اكتر ساحر خلص انت لازم تقوله انها حامل يا ابني عشان نخلص زمتنا من الله صح لا يا ماما مش هتقولوله حاجة عشان لو قلتوله انا هسيبلكوا البيت زي ما قلت ومش هتشوفوا وش ولا هتعرفوا لي مكان يا بنتي حرام علي تتخبي على جوزك انك حامل وتحرمي ابنك من ابوه وهو مش حرام علي لما راح طلقني في المحكمة ورماني زي الكلبة وما فكرش يسأل علي ولو حتى بتليفون يا شان ده ما يمكن الطفل ده هو اللي قرب ما بينك ويصف الأموم كلمك ده كان ممكن لو لسه ليه امل فيه انما خلاص يا محمد هو بعني وانا مش هشتري حد بعني فاهم يا محمد مش هشتري حد بعني طب بس انا عايزة افهم انتي ايه اللي مع الصابق دلوقتي يا حبيبتي فيني مالي ماما انا تعباني قوي يا ماما مالي بكي شيهندة مالي انت بتقولي يا محمد زي ما بقولك كان شيهندة كانت حامل وبتولد دلوقتي في المستشفى وظن من حقيقة تعرف انها هيبقى لك ابن وازاي بقى في طفل البطناء مني ومحدش يقولي يا محمد وكمان بتسيبوني اتلقها تنسيت انت عملتي فيها ايه وهي كت في حلوة الشيء كت مصممة ما تقولكش يعني هي غبت عليها تسع جهور عشان تفوت عليها فرصة تردها لعزمتي وخرفت شرع ربنا اخوك يقتل بنتي بعيز شبابها وقتك تحرمني من حفيدي انتو ايه مالسلاطين عليها ليه بتحرمني من كل حد بحبه ليه ليه مفتريين ليه يا ظلمة منكم لله انا عملت لي عليها وجيت ولتالها عايز تروح تشوفها تفضل مش عاوز انت احور كده برضو محمد اهون عليك ما تسألش فيها المودة دي كلها ما عليك شخصي الواحد كان ظروفهم لغبطة شوية خاص بنعرف ظروفهم لغبطة ازاي يعني خير؟ امك كويسة؟ لا امي تمام الحمد لله بس انت عارف بقى ده خطاعة عالية والسكر بيلعبها من الساعة اللي حصل لك واضح اني مفيش امل كتب علي اتعاقب على جريمة انا اصلا ما عملتهاش ربنا كبير على فكرة شاهم ده خلفت وجابت حسين الله امه صلى عليك عليك صوت والسلام طب مش تقول لي يا اخي هو في خبر يفرح هو فرح لي ما انت عارف انا بتنشع على حاجة حابة اسمعها انا محمد طب مني رجعت لسيار جزء لا لا ومصممة ما ترجعلوش وعايزة تربي الواد لوحدها ما تعقلها يا ابني ورجعولها ربنا هي هديئة يا كمان تعاملين انت وريام انا وريام سلنواها سبتوا بعض لا فسخ الخطوب طبعا انا السبب لا يا حسين انت ملكش زنب مليش زنب ده انا مليش غير زنب واضح اللي بقيت وباق على كل اللي حوالي محمد ورحمة قبول انت مصدق وعارف ان انا معملتش حاجة ايه واضح كده احسن من احنا كلنا بندفعتها مدقلطة محدش فينا اخذت محمد مقصد محلط انت اصدقال اه اصدقال اه اخذنا طاهر في شغله في مصر وما بيجيش إلا في الأجازات ما أنا روح تلقى مصر ألولي مش هناك تلاقيه في مهمة سرية أصلي طاهر بيها أخوية دي مسؤول كبير جاو جاو في الدخلي لا والله ايو عمال ده الدخلية كلاتها بتعمل له ألف إحسان لا والله وما يقدروا يستغنوا عنه ده لو غاب عنهم من واحد يلوسوا وبعدين يا ماشي أنا يتحت أمر سيادتك يعني لو عايز منه أي حاج أنا ممكن اتوسط لك عنه لما يجي دي له الكارت ده خليك ألني ضروري السلام عليكم عليكم السلام محمد نجيب الهلالي ضابط شرطي يا سنسوخي أنا شكلي عكيد في الكلام وخبطتي في الحلق وصلتني أخبارية بتؤكد إن في شحنة أسلاحة جديدة اتهربتوا للخارج وجاري توزيعها داخل البلاد والمطلوب منكم سرعة التحرك طبط الهناه مصادرة الشحنة أنا اجتمعت بيكم دلوقتي عشان أعرض خطتي وبالتالي كل واحد فيكم حيعرف مهمتهم محمد نجيب الهلالي دي أخو حسن به ما أعرفش هو ساب لنا علوانه وجال إنك لازم أن تكلمه عشان عايزك يا طرى ده عايز إيه ما أعرفش واني بسألك أنت يا بهيمي طب ما تكلمه يمكن أنت يعرف هكلمه يا خبر بفلوس بعد المكالمة يبقى بلاه قري يا ولي قري من قدامي عشان أعرف أكلم الراجل مهم مهلو محمد بيه انا طهر المسته ايه واني قلت كده والله طب مني يا باشي حسان به اخباره ايه ربنا يفك زجنه انا تحت امرك انا كده كده نازل مصر الصبع طب خلاص نتقابل هناك الساعة 6 السلام يا باشي يا طرى اعيز ايه دي اعيز اقبود على دياب دياب واني مالي ومال اني من ساعة اللي حصل لحسان به واني ماليش اي دعوة بالشغلانة دي سبته يعني ايه طه يعني خلاص يا سعدت الباشي اني دلوقتي بشتغل شغلانة تانية اعيز اقبود على دياب طب يا باشي طب يا باشي اديني شوية وقت واني هعيز واي حاجة هعرفها حاجة اقولها لك هتجاب لي المعلومات قامت قولي يا رب يا سعدت الباشي اي معلومة تعرفها تيجي تقولي على طولة طه اوامرك يا باشي باقولك يا فاكس فكر ان الكقابة اللي انت فيها دي بهدت علينا الله احنا كنا فرفوشي نعنوشي بوقي واقع مني مش عارف فتحك تاني فيها يا جنرال بقى نتحذب ونرسلك فكها دي او هتعدر الجيالة تحملوش همي ناموا انت رياحة بس انا فيش حاجة اسمها نمو احنا شافيناك كده لنام ازاي يعني باقولك ايه هفكك يعني هفكك هفكك من ايه باقولك ايه اللي زعلك يزعلنا واللي فرحك يفرحنا ولعلو خير ان شاء الله عللك حق لعلو الله يا رب العلو يا رب يجي الخير رب انا ما احرميش منك رجال صحيح الناس معادة ما تعرفهش اللي ما تعشرها على رأي المسل تعرفه لانا ايو اعرفه عشرتو لو ما عشرتوش تباية ما تعرفوش وانا عرفتوكو وحقوكو علي لو حد ازعل مني في حاجة فاك يا فاكس حاضر يا ريال يلا رجالة تصدعوا على خير رياحوا هاكل يا ديال تنعمك يا خبوك لو جانبه يا غاشك تبرج رصص مصدّاس الفراسك ودربك فيه الوقت نبعثك التوهول الاخر عشان تسلموا على أبوه يا الله يتعب الكمال ما تنضيش نفسك ابده يا ديال انا اكتبال اللي انت يا رايح افتاعي وما تنسوش حي انه واجب عظل بالاعدام اتعبت انا معكم شاهدت على روحك يا ديال حدك ديال كفاية جوية اخرتك يا طبال ليلة وانا يتعبتك هاجل يا طمام بلاش اكترابوك واخوك قدام حنيك قبل ما تعملك ديال اكون نضحك بالنهار وفرت الدينة لغدي ونسلم جدتك الحكومة واعكرموني كمان المسلحة تديال وخلينا نتفاهم بالهداف هداف 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 يا عمي وانتوا ديال عمس انت تكونين اللي عمس انت منه عند هاجل يا وانت اخوي دلوك 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 كفتك هتجبت اخوك دلوك القرابة حاجة وشوغل حاجة تانية اوضنا بصور وانتوا اول من شرع العرف ده دلوك واخوك فاكر ولا نسيتو كنت بتعملونا كيف طول عم رينا طول عم رينا بين عملكم ولا تعمني انتم ما كنتوش يتعنون من الاصلوح ما نحصلناش عنيك وانفار حدي اسمعي يا ديال لو كتلت واحد منينا مش هترحب تكتل التالي الباجع يخلصوا عليك خلينا نتفجوا مع بعض اتفاق جدوك موسيقى وقدمك شغل كده ياو الدخول انت كده اللي خسر عني ولو نزلت السلاح يمكن تكسب مزل يا تمام مسادسك وانت يا همام كده عين العقل عشانك ده انا مش هكتلك موسيقى يكون فايل ما كي قد منصور اللي مهدي خلاص راح ودفن مع ابوك واخوك ومن النهاردة هتكون فيه لزم جديد لو عاوز تشتغل معنا حاديك اجرة نفر كيف؟ كيف واللي باتشب البطاح؟ مش واقف عليك في غيرك كتير يتمنوا يوردوا النبضاع ولا الحوجة ليك وانت مش مجدر ضعفك ولا ايه؟ ولا عامل حساب لوضعنا الجديد اللي خلانا أجوى منك؟ هتعيش يا واد منصور هنسيبك تعيش بس سواء تخرج عضونا لو حصلنا انك بتلعب بديلك ديه ولا جديه هنبلغوا عنك الحكومة فهم؟ حاضر يا عمي حاضر يا عيال عمي اول مرة تبولي العملية هبلغوا اشوف وشك بخير يا باشا كفارة لعلو ولو انك هتوحشنا صح انت اللي هتوحشني يا باشا وربنا يفك سجنك ورايب ان شاء الله قادر يا كريمي لو تشتغليه لما تخرج اي شغل انا قزمها لي ربنا ان شاء الله كن بارس في السين للمهم ان انا خرجت من هنا وعايزك باشا تسمحني على اي دق ناصع مرتبعك نسامحك العلو والله العظيم نسامحك من قلبي السلام يا زميلي السلام يا بو السلام يا عميب هتوحشني يا العلو باسب اذن الله كير ان شاء الله هاتوحشني كلنا في الهوا سهوا لسه ما ماتش كيف يعني انت ما كانتش حد يخلصنا منيه وافس جلو وحياتك مرتين مرة فانت منيها والتاني السلاح بدل ما يجي في قلبه صاب جنبه والحل دلوقت ادخل عليها في الجنوب اتطمن هنجار بمرة ثالثة والثالثة تابته ثالثة وربع وحشر كمان اقتلوا يا بالاخر اقتلوا انا قابلت طيب وقعد نوعي بلغني ايه معلومة اعرفها عن ديالك ابو سيدك يا محمد انا مش ارتاح ولا يدالي بالي لما شوف ديال بدا متعلق في حم ديال مش نقل تلاش اطمن عليك انت عامل ايه زي ما انت شايف على حرطة ديالك اهو استني الايام تعد اخلص انا سلتلك فلوس في الابنات عشان انا قصدت اعني غاية حدا بيها قزمة وتعد اخسر اهو انت كده يا باشه اعرفت مكان وزمان العملية ومسماء اصغر ان انت تقبض عليهم متلبسين ولادي الابالسة دول وتريحونا من فرهم انا متأكد من المعلومات دي يا فاشه الا متأكد يا باشه ده انا طاهر المستهي اللي عمره وقال معلومه وتلعب غلط حتى اسأل حسان بايه ربنا يفك دقته تعرف انت جدا يا طاهر ايش معنا يا باشه يعني عشان عرفت تجيب معلومات مهمة زي دي في وقت قصير يا باشه هم مش بيقولوا ايه الشرطة والشعب في خدمة الوطن طبعا اهاني باقي في خدمة الشرطة والشعب والوطن في نفس ذات الوقت يعني ثلاثة في واحد يا للتراجد يا باشه انا مواطن صالح وعندي استعداد اودي نفسي بداهية عشان خاطر مصر ومصر مش هتسيبك يا طاهر ليه باشي واني عملتلها حاجة سلام يا دولار قبلك من نفسك يا 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 مومبيس وينميسي مومبيس ايش باكورايب ادعيلنا حبيبي تفديت علينا وانت ولا ايه انت متأكد ان دياب حيكون حاضر في العملية دي؟ ايه يا فني متأكد متأكد كمان من مكان ومعادل عملية وكله موجود في الملف اللي قدام ساعتك انا قريت الملف في خطتك عجبتني جدا يا محمد ده مجهود عظيم ولو معلوماتك كلها صح وقابضنا عليهم هيبقى انتصار للدخلية ان شاء الله يا فني بس انا كان لايه طلب عن ساعتك فاطر انا كان نفسي حيك تديني الشرف ان انا كود العملية دي وخصوصا ان انا اللي وضع الخطة وعارف مفتاحها كويس شوفها محمد رغم ان ردبتك صغيرة او عيدك لو ادارة العملية وفعت على الخطة انا حديك الفرصة دي انا متشاكل كده انا فان ده جميل عمري ما انسال ساعت انت بتفكرني بحسام كان دماغ في رسم الخطة تنفيذها وعلى فكرة الخطة دي فيها من روحه عن هذه الساعت فضل ازاي ما بقولك كده قاعد في المحل الابية ولا عليا ولا ايلك المحضر داخل عليا شافت بطنه ومعدي بيقولي ستة ايمان هاني مرفع عليك قضية انها بتطالب بمرأس جوزها ولا ازعب نفسك يا حبيبي سيبها تخبط رأسها في الحين وتبعتها بيني لو طالب مليم واحد ازاي بس عفيفة ده الورقة مكتوب فيها انها بتطالب بمرأس عن طريق حاجة اسمها الوصية الواجبة بسيطة خالص روح للمحامي وشوف هيقولك ايه واكيد هيلاقيه لك الف مخرق وبعدين يا حبيبي ما انت عارف المحاميين ليه هم سيكاكو انا الان قاوة عفيفة شكلها كده المراضي مستموتة على حقها هي وبنتها انت هتشيل الهم ليه قبل قواني حط ببطنك بطيخة صيفي المحاكم حبالها طويل والنوعية اللي زي ايمان دي نفسها قصية اخرتها تزق ومش هتقدر تكمل وان اوحيت هتددها بإصال الامان ماشي يا برات اخويا وديني وما اعبد للففك على المحاكم ودواخك الزبع دقات واعرفك ان الله حق وهتشوفي مونير هيعمل معك ايه دلوقتي انا شرحت لكم الخطة اللي وضعتها مع سيادت اللي ورافعة الخول عايز افكركم تاني لديها بحبة في العملية يعني لازم نقود عليه متلبس هو ورجالته هلو انا ريامي محمد زي حكا فن كلمتك كازا مرة من موبالي ليه ما بتردش علي اه ما خدتش بالي معلش محمد والله انا مالي زنب في موضوع فسخ الخطوبة بابي هو اللي خد القرار ده لوحده طب ممكن اتكاين في الموضوع ده بعدين عشان عندي اجتماع طيب يا محمد اوكاين باي حد عنده يا اسئلة مرات اخوك على حق يا مونير يعني ايه الكلام ده بقى سوز لطفي يعني من حقها تاخد نصيب جزهر متوفي من ورث ابوك بما لا يزيد على التلب بمقتضى الوصية الوجبة اه وصية وجبة والوصية الوجبة دي تطلع ايه بقى دي ان شاء الله الوصية دي للأحفاد اللي أبوهم بيموت وجدوهم عايش ولما بيموت الجد بيبقى ليهم حق برضو في المراس مرسوخ طيب يعني مفيش اي مخرج تانى يا سلطفي مخرج ايه؟ مقفولة بالضبة والمفتاح يا دي الميلا يا دي القرف اللي هدو واحد عايش فيه جرياسي مونير انت اخوها مش لو تدفع الاجار المتأخر عليك ولا ايه؟ يا دي الصباح الاسود اللي احنا بنقوله استباحنا واستباح الملك لله اه اقمرني اصل ايتك كده يا اخوها مطنش على الاجار من ساعة الحج عز الدين الله يرحمه ممات قلت اجيلك بنفسي اه امرنا حبيبي انا تحت امرك الامر لله بس انا اسمعت انك ناوي تغير نشاط المحل وتقلبه كافية الكلام ده مظبوط يا مونير مالكش فيه ده محلي وانا حر فيه لا يا حبيبي مش حر وما تقدرش تعمل كده قبل ما تاخد موافقة كتابية مني عارف لي يا مونير لان انا المالك اخويا ولازم نغير العقد كمان بقيمة ايجارية اعلى من الاول حيلك حيلك ايه كل ده اه هو كده طيب خلاص يا سيدي ما تزعلش نفسك ايه رايك بقى انا حقلبه قهوة واعمل اللي انت عاوزه واعلى ما في خيلك اركبه كده يا مونير ايوة كده يا حبيبي طيب يا حبيبي ما تبقاش تزعل مني بقى لما ارفع عليك قضية وكرشك من المحل سلام سلام مكرشك من المحل واستاذ لطفي بما انك انت راجل محنك في القانون وفهم في الحاجات الوجبة اللي مش الوجبة دي الراجل اللي كان واقف فينا ده كلامه كله على حق مراه يا لطفي لطفي كده؟ حقف من غير استاذ ما انت خلقتاني انت معايا ولا معايا انا محامي وبتكلم بالقانون يا راجل بلا القانون بلا زبت ام ام تؤكل على الله ام روح مكتبك يا الله اشف تبطك واعد وامش من هنا يا الله انت مفيش قدامك غير انك تماين معاهم بدل ما تتهور وتتعور اه انت شايف كده؟ انا شايف كده بدل ما تخسر اخسر ايه؟ ما انت دخلتك علي خسرتني الجلد وصط قلتلك بقى اوش تبطك وعد يومش من هنا بقى ام بقى انا اتعبان منك ام حاف من غير هموس؟ هموس علي يا حبيبي؟ على الاستشارات القانونية اللي انا لسه متدهلك دلوقت استشارات قانونية يا سودة منيلة بستين زفتة على دمجة انا وانت ام قل من هنا يا الله ام انا مش حاطي والعلمك التوابل دي مش هتخدها ولا البعرات اتباكل على الله يا الله انا غلطان اللي جيت لك فضل شبه ربطة التوم اللي متعلق في البلكونة جبتلك كل الورق اللي ناقصه والورق اللي يثبت حق معتزف مراس منطور تمام كده كل الورق استوفى وموقفنا القانوني بقى مفهوش ولا صغرة اهلا وسهلا اهلا ماما مادام ايمان عميلة عندنا في المكتب اهلا يا حبيبتي اهلا سهلا اهلا سهلا اتفضل اتفضل انا اسفة جاي من غير معايدة لا ابد شرفتي اتفضل مش ده المقدم حسام الهلالي؟ اه ده حسام اخيك كبير انت تعرفين؟ ده كان زميل معتز جوزي الله يرحمه معتز؟ ايه يا طنط ايه ده انت مراد معتز للظابط صاحب حسام اخيه؟ ايه شفتي بقى انا قلتلك ان انا شفتك كبير كده احنا جينا فرحك ايه يا صغر يا سبحان الله الدنيا دي ضياء قوي طب منيني عليك حبيبتي انت عاملة ايه؟ وبنتك عاملة انت مش برضو عندك بنت؟ ايه يا طنط اسمها ايه يا ايمان؟ اسمها ملك ملك ماشر الله اسمي جميل خالص ربنا يخليها لي ربنا يخليك يا طنط طب وحسام عاملة دلوقتي يعني الحمدلله راضي بقضاء ربنا الحمدلله انا لسه مش فهم ازاي ده حصل له وعزا ان تكرهوا شيء انه خير لك حسام تزلم يا ايمان وكان ضحية للغدر بس هو لسه عايش وان شاء الله هيخرج من محنته اقوى من الاول وحسان هو على حق شاء الله اشتركوا في القناة شكرا لحظه هناك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بص Lisbon جد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة